اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من تعامل كان غير جيد من المهاجم الشاب احمد سيد غريب هجوم معاكس اطعى من ربيعة ترجع وراء لمصطفى شبير شبير على الارض تحضير وبناء هاجمة في مكان خطير والصعب وصدم مصطفى سعد ميسي على طول موسى سعد على الارض البرة محمد حسن حسن عدفات عرضية راسية ولكن بعيدة جدا جدا من اللعب خالد صبحي وطلع ببرطه بدربة المرمى لصالح النادي الاهلي مصطفى شبير طلع قرطة عليمين تطرد من ابدام احمد محسن سندا محمد ابراهيم ابراهيم والهاجمة السريعة فرد طول الامام عليمين تصل لباس المرسي باس ودفاء عبد المنعم تقطيع روعة من عبد المنعم مصطفى شبير لربيعة واللمسة الواحدة لعبد المنعم تطرد من ابدام محمد حسن خطيرة ترجع وراء على طول لاحظات الحارس الامين مصطفى احمد شبير حارس المرمى هذا هو مصطفى شبير حارس مرمى نادي الاهلي النهاردة البديد بتاعه النهاردة هو لمصطفى السعد ميسي لميكي سوني لسه مع كرة ميسي ميكي سوني باصة عاوز يعمل هاتو خدمة عبدالقادر ولكن ارينها لعيب اسموح لعيب السراميك تطرد الهاجمة طص ما تانية عبدالقادر والبصة حلوة احمد عطول والنمس والهدف جول الهدف الاول لنادي الاهلي في الاجمة الاولى الوحيدة الخطيرة على مرمى عامر عامر باصة بانية والتحرف روعة بقدم احمد سيد غريب عشان النادي الاهلي يسجل الان الهدف الاول وهدف التقدم في ديئة خمسة وتلاتين من الزمن الشوت الاول لأول مرة يكون في دربكة ورا في دفعات الفريق سراميكا كيروبطرة واد الباصة البنية والتحرك روعة واد على طول الحاوي 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 وليس سلمان بص الباصة حلوة زاي الله على الباصة الله على الاسس الروعة بقدم احمد عبدالادر والتحرك جميل والتصوبة جميلة جدا بوش القدم الخارجي بقدم احمد سيد غريب عشان يحطها على يمين عامر عامر عشان يتقدم الآن النادي الاهلي ويسجل الفرحة الاولى وهدف التقدم في مرمى الازرق سيراميكا الحاكم مباركة اليوم محمد العتماني من الحكام المتميزين برضو في الدوري عمره حاليا تمانية وتلاتين سنة والاعتباني هذا الموسم حكم مشاهدينا خمس لقاءة في الدوري تصويبها ولكن الصد حلو على مرتين أول بقدم مين بقدم مصطفى سعد ميسي والحيطة والحارس مصطفى شبير مصطفى سعد وعلى طول التصويبة والدفاع من أحمد محسن يتراد من عبدام أحمد سيد غريب في الأمان مرة تمس لصالح نادي السيراميكا كروباطرة محسن والهاجمة مصطفى سعد لمحسن علي مين عرضية رأسية موجودة من ميودة نبيه الآن حكم له يصفر منعات الشوط الأول الشوط أول متوسط ينتهي بالتقدم لنادي الأهلي على السيراميكا مبادف واحدة مقابل لشيب هذا من استرواب قدم أحمد عبدالادر لأربعة وتلاتين الشوط الأول لشوط متوسط ينتهي بالتقدم الأهلي بدف واحد مقابل لشيب هذا بقدم اللاعب الشاب أحمد سيد غريب في الدية 35 من بداية المباراة الكابتل أحمد سيمي الآن بيعمل ثلاث تغيرات فوقت واحد النهاردة في بداية اشهد التاني. تلات اخوات واحد بالنسبة طبعا لنادي السراميكا كيلو باطرة. هادي نزور رقم تلاتين كوامي بونسو. والشهد التاني بدأ الان هنا في ملعب الاهلي والسلام. الاهلي اصبح على الشمال بالاحمر والسراميكا اصبح الان على اليمين بيئة زي الازرق النهاردة في المبررة. فقركم الاهلي. مركز ثالث براسيد. سبعة وستين نقطة. سراميكا مركز اتناشر براسيد سبعة وتلاتين نقطة. هادي طبعا الكماير في حب الحاوي والسليمان. في لفتة جميلة لصالح السراميكا كيلواطرة على الارض لبونسو. خروج محمد حسن رقم سبعتاشر. منزول افريقيا رقم تلاتين. لمسا قلتين والصد حلوة. هي تقلق مصطفى شبير ويحط الرجلي وتقورته. ويمسك كاميراتين بشكل جيد. نزول رقم تلاتين طبعا اللاعب الافريكي الغاني. وخروج محمد حسن. واللي دايما بيعرف قيمة النادي الاهلي وعظمة النادي الاهلي. على الشمال عبدالهادر اللي بكرته حلو. المهارة. هو بالتصويم والصدى. هو الدفاع من لعبي السراميكا كيلواطرة يا الله. ولكن في راية وصفرات تسلم موجود في النهاية على اللاعب احمد عبدالهادر. تسلل لصالح سراميكا كيلو باترة. شوت الاول آآ ضربة رقنية وحيدة. كانت مراصل امام حلوة. منطلخ اطورة. انطلاق الامام على يمين. يا محمد غريب. يا محمد غريب المهاجم. والعرضين الخطيرة. ولكن عامر عامر بالخبرة. خبرة السنين الطويلة يطلع الراغل ويمسك كورتوب بشكل ممتاز. صالح جمعة. الكرة الطولة الامام الرأسية. من عبدالمنعم. ميدو نبيل. اجمة. لويس بكي سوني. متحطورة بصة حلوة. استلام. احمد غريب. احمد غريب والسقوط والعرقنة. وحكم اللي قايدية. ركل جزالة صالح نادي الاهلي. بصة جميلة والتحرق روعة بقدم. احمد سيد غريب. ثم السقوط والعرقنة موجودة. من مدفع السراميكا. هيلغي الانذار. ومعاها هيلغي ركل الجزال. هنشوف. هنشوف. رد الفعل بتاع احمد جمال. يقول هذا الكلام. هذا هو. ده عمل ايه? ده له بطاقة حمراء كمان. قال له لا ده كده اكد عالقرار. كده اكد عالقرار. كده قال له لا. قال له في عاقو كمان في انفراد. لاحمد سيد غريب. تستحق البطاقة الحمراء. وليس البطاقة في هذه المرة بقدم. الموزنبيكي. لويسي ميكي سوني. والتحرك الممتاز بقدم المهاجب الشاب. احمد سيد غريب. ولكن سقوط. سقوط لاحمد غريب. وحكم اللقاء يديها. ركل الجزاء لصالح النادي الاهل في ديئة تلاتة وستين من عمر المباراة. حكم اللقاء ده ركل الجزاء. قال لك في دفع عامل بونسو. من نصيب المهاجم الشاب احدم رامر ربيعة وعامر عامر ربيعة وعامر عامر وحطاها جميلة قول قول الهدف التين. الهدف التين. هدف التعزيز للنادي الاهل بقدم رمي ربيعة. من ركل الجزاء. في ديئة مشهدينة. سبعة وستين من عمر المباراة. والهدف التالت ربيعة في الدوري المصري في هذا الموسم. النادي الاهل بالاجبال بيقدم مباراة يدها حتى الان. ومتقدم كتلك نجوم كبار ونجوم مخضرمين. بقيمة نادي السراميكا كيلو بطرب. ومتقدم حتى الان ما هدف فينا مقابل لشيب. هدف اول بقدم احمد غريف في ديئة خمسة وثلاثين. وهده هدف تاني من ركل الجزاء بقدم اللاعب المخضرم رامي ربيعة في ديئة سبعة وستين من ركل الجزاء. رامي ربيعة مشهدين. هده اللاعب يعتبر واحد من ابناء النادي الاهلي. على الناس. كل ما تدرس. تدرس. فيش كلام. رأسيها دفاع من دمعة. شهد حسين دفاع تصل. كريم فؤاد امامها الباصة حلوة. ميكسوني. هنا بروح عدفات من عامل ميكسوني والهدف. الله 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 الله. الهدف الثالث غير عادي بقدم ميكسوني ميكسوني ميكسوني. ايه اللي حصل لك يا ميكسوني? بتعمل ايه يا ميكسوني? باصة طول من عامر عامر. ويحطاه في الشباك عشان النادي الاهلي. ويسجل الهدف الثالث. بص الباصة. بص التحرك. بص المهارب. الغير عادية بقدم. ويسمي كسوني عشان يعملها ويسجل الهدف الخامس ديب في الدوري المصلي في هذا الموسم. والهدف الثالث لنادي الاهلي في ديئة اتنين والسبعين من عمر المباراة. باصة جميلة جدا جدا. والاستلام والمهارة. وهروب غير عادي. من مدافع السراميكا. وعلى طول عدة كمان من عامر عامر عشان يعملها ويسجل. لم صورها. حمز علام. عبد المنعم. على الشمال. محمد اشرف. تعايد التاصل على الشمال محمد محمود. محمود بعرضية خطير. منت الخطور ما تانية. رفض خليل والتصويب والهدف. مش ممكن. مش ممكن. مش معقول. مش معقول. الله 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 الله. رقفة خليل. رقفة خليل. اللاعب الشاب واحد من نجوم منتقى بمصري للشباب. يطلق. يطلق. ويظهر. ويبان. ويسجل الهدف الرابع. الهدف الرابع. في مرمى عامر عامر. دي مشكورة. دي الزيكة دول من الشباب دول اللاعبين خبرة دول من الشباب دول اللاعبين متمكنين عاملين مباراة كبيرة جدا جدا والهدف الرابع بقدم رافة خليل في الدين الفين واربعة لعب قبل مرتين في دور ولا هدف ولكن النهاردة بيسجل هدف اندل على شي بيدل ان هو يمتلك مهارة كبيرة هذا اللاعب لكم قسر الدنيا قسر الدنيا في هذا الشهر مع منتخب مصر الشباب مقدم مردود ممتاز ده موليد الفين وثلاثة هجم محاولة على يمين حلوة تصل مكلمين عبدالنبي عبدالنبي عرضية ولكن بعيدة جدا من احمد عبدالنبي راحت بعيدة وطوبة دربة مرمى حاليا لصالح سراميكا كيلو باطرة مدرب ريكاردو اسواريش مدرب مرتغالي في المباراة تعتبر مخالفة محمود امامي القرى طلاخة خسيرة جدا والصد حلوة المتابعة ولكن لمسة يد واضحة على اللاعب رافة خليل رافة خليل وانزار مستحق هذا محمد العتباني حكم الرابع من منطقة محمد التوني امامي اعطفل منتصل لشهادة حسين شهادة والهاجمة محاولة مهارة من شهادة تصويب شهادة والمتابعة مش ممكن يا راجل مش ثواني اخر الثواني لمسة محمد ابراهيم ابراهيم بتصويبه ارضية ولكن سلب احضان الحارس حمز على ومعها حكم لقابة صفر بناءة المباراة ويزال استطار على ختام الدوري المصري لكل من الاهل وسرميكا كلمطرب وهذا اللقاء الكبير فوز كبير باداك كبير لاجبال الناد الاهلي